وسط المقابر ورائحة الموت تخلى مرتضى ابن العشرة عوام عن أحلامه التي دثنها رفقة الموتى في مقبرة واد السلام بالنجف سعيا منه للقمة العيش ليعيل عائلته من خلال بيع فتاة الأشياء واللوازم التي تمثل مصدر رزقه الوحيد أمام زائري القبور كأقرانه من عشرات الباعة هنا والله ناجل هنا أنا أشتغل وعين أهلي عشر نفرات برقبتي عينهم أشتغلوا من الصباح لحد الظهر أهنا لو قاطع الدراسة لم أود أشتغل وعينهم كان عندنا راتب رعاية وقطعه والريد حقوقنا تسليبك وبعض الناس ما تخاف الله يسلبونا لكن يوم أنا همات فتحة ثلاثة عام خذوا فلوسي وخذوا غراض لكنهم عافوا وراحة أنا معيني ست نفرات والله ناجل هنا نشتغل عدنا الثاني بالمدرسة الثاني متوسط جاء يدرس أجل هنا عينهم أشتغل وهنا سيكون بيهم بعض البسطيات تركين دراستهم عالم وديجون هنا يشتغلون عينهم ونهلهم على الصغير قبل الكبير تنعكسوا سوء الأوضاع الاقتصادية ومشاكلها من انتشار البطالة وقلة فرص العمل وازدياد معدلات عمالة الأطفال فعلى الرغم من تجريم القانون للأخيرة إلا أن السبلة تقطعت أمام هؤلاء الذين لم يجدوا إلا من المقابر فرصا للنجاة في حياة عسيرة ضنكة مثلا بالدستور المادة 29 تمنع استغلال الأطفال الاقتصاديا مهما كان المبرر وكذلك قانون العمل النافذ رقم 37 2015 عدم القطاع العام باعتبار أن الدرجات الوظيفية أصبحت محسورة أو أنها لطبقات معينة أو القطاع الخاص لا يوجد دعم مباشر من قبل مؤسسات الدولة الطريق الأسهل لهؤلاء الأفراد هو النزول إلى الشارع ومارسة هذه الأعمال لغرض الحصول على أكبر مبالغ مالية وبحسب منظمات إنسانية ومجتمعية تشير الأحصائيات إلى ازدياد معدلات الفقر وعمالة الأطفال في النجف يقابلها ضعف في إيجاد الحلول الحكومية لانتشال هذه الورود من الأعمار من غياه بالعوز والحاجة من النجف محمد رزاق أتغيير